أو بدايات مباراة الأهلي وبنها النهاردة بنتكلم على تدعيمات لصفوف فريق الطايرة باثنين محترفين أجانب وصفقة محلية أحمد عزب وطبعا مع نجوم الفريق أحمد صلاح وعبد السلام وسعيد وعادل يعني طبعا نجوم كتير جدا خلينا روح طبعا لملعب المباراة الملعب نادي الأهلي اللي بيستضيف مباراة أو لقاء الأول للأهلي في مشوار بطولة الدولي النهاردة زملتنا سالة حامد موجودة من داخل الملعب تنقلنا صورة عن بداية الأهلي وعن الاستعادات طبعا لبداية المباراة سلام ساء الخير ساء الخير زميلي أحمد طبعا برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة نادي الأهلي في كل مكان ويمكن زي ما أنت قلت زميلي أحمد طبعا أنا حاليا المتوافدة داخل لصالت أميرة عبدالله الفصل داخل لمقر لنادي الأهلي عشان نقول لكم يعني كل الأجواء هنا ما قبل مباراة اليوم يعني المباراة الأولى بالنسبة لنادي الأهلي في الدور التمهيدي لبطولة الدوري المصري لكرة طيرة رجال وطبعا هي مباراة الأهلي وبانها لتقام نهاردة إن شاء الله في تمام الساعة السادسة وربع يعني بتوقيت القاهرة على صالة أمير عبدالله الفصل داخليني أحمد في البداية يعني يتكلم معاك على طبعا الأجواء زي ما أنت شايفه ورايا يعني بدأ يعني كلا الفرقتين يبدأوا عمليات الأحماء قبل مباراة اليوم يمكن كمان يعني أخروا شوية موعد المباراة من الساعة ستة للساعة ستة وربع يعني نظرا لظروف معينة داخل الصالة فقرروا أنهم يعني يأخروا شوية موعد المباراة زي ما أنت شايف عمليات الأحماء يعني قسا شغالة ورايا ويمكن قبل عمليات الأحماء يعني كان فيه محاضرة فنية ما بين الكابتميد ومسلح الموديل الفني الفني الأول لكرة طيرة رجال ما بينه وما بين يعني كل اللاعب إلى نادي الأهلي الحديث يعني عن مباراة اليوم وطبعا كان الحديث أكتر على مباراة الودية الماضية اللي كانت أمام نادي طلاقع الجيش والانتهت بفوز نادي الأهلي بدلت شوات مقابل شوت يعني كابتميد ومسلحي كان بيكلم عنه في كل الأمور الفنية طبعا نقاط الضعف والقوة بالنسبة لفريق بنها عشان يركزوا عليها طوال المباراة ويضمانوا طبعا الفوز بعد نهاية المباراة كمان خليني أقول لك القايمة لفريق نادي الأهلي يعني كان القايمة بتدي به أحمد صلاح عبدالله عبدالسلام عبدالحليم عبو عبدالرحمن السعودي وعبدالرحمن الحسيني محمد عادل وحسام يوسف أحمد سعيد وزياد أسامة أحمد عزب محمد رمضان لبرو وإبراهيم يعني رسلان ومحمد محسن وأنس صلاح يمكن ديك قايمة اللي بتضمت كل اللعبين نادي الأهلي اللي إن شاء الله يكونوا موجودين في مباراة اليوم يمكن زي متسامع يا أحمد يعني دخل يعني عدد بسيط من جمهور نادي الأهلي للصالة طبعا لمؤذرة يعني الفريق وطبعا تشجيعه طوال المباراة اليوم كمان خليني أقولك يعني بالنسبة للإصابات أو الغيابات بالنسبة لفريق نادي الأهلي في مباراة اليوم يمكن في العديد من الغيابات هتكون موجودة النهاردة بالنسبة لأحمد قد بواحد من نجوم النادي الأهلي هيكون يعني أو هيغيب عن مباراة اليوم بسبب إصابة في الرجبة حاليا هو في فترة التأهيل لمدة أسبوعين وان شاء الله بعد أسبوعين هينضم للتدريبات الجمعية مع فريق النادي الأهلي كمان النهاردة هيغيب زي ما أنت قلت يعني يمكن تنفيذها دعامات كبيرة بالنسبة لفريق النادي الأهلي وهم يعني اتنين محترفين النهاردة مش هيكونوا موجودين يا أحمد يعني في مباراة اليوم بشكل رسمي يعني عشان لسه ما تأيدوش بشكل رسمي من الاتحاد المصري للكرة الطيرة وطبعا هم المحترفين لويجي المحترف الإيطالي يمكن كمان عنده إصابة في سبرين أنكل هيغيب عن مباراة اليوم يعني بالإضافة لي أنه هو كمان لسه ما تأيدش وهي كمان المحترف الكوبي واللي بيلعب طبعا في المركز الليبرو هيغيب عن مباراة اليوم بسبب عدم تأييده في الفريق بشكل رسمي كمان محمد عصران هيغيب عن مباراة اليوم بسبب يعني تواجده في الجيش التجنيد فيعني دي الإصابات أو دي الغيابات الموجودة في صفوف فريق نادي الأهلي كمان خليني بشكل سريع أكلامك شوية عن استعداد فريق نادي بنها يمكن نادي بنها تحت قائد فكاتل إبراهيم أبو سريع نستعده بشكل قوي لمباراة اليوم سبع مباراة ودية في الأيام الماضية كان آخره المباراة الدخلية يوم الثلاثة اللي فات الفريق برضو يعني مستعد بشكل قوي يمكن عشان دي تاني مرة يسعدوا ليه الدوري الممتاز بشكل رسمي يمكن أول مرة كانت في 2014 دي تاني مرة في 2022 وأول مباراة بالنسبة لهم الموسم ده هيكون أمام فريق النادي الأهلي يمكن استعدوا بشكل قوي وبنسبة كبيرة الفريق كله وجميع اللاعبين متواجدين بدون وجود أي إصابة أو أي غيابات كمان يعني استكمالاً لجميع أخبارنا والأجواء الموجودة النهاردة في الصالة خليني أقول لك يا أحمد أنه الدوري السنة دي تلعب بالنظام جديد شوية يمكن النظام دايما متعودين عليه كل سنة ولكن الاتحاد المصري للكرة الطيرة قرر أنه الفريق المرتبط 15 سنة من كل فريق يساهم كمان في تأهيل الفريق الأول يعني في جميع الأدوار القادمة أنه النقاط اللي بيحصل عليها الفريق المرتبط تضاف على نقاط الفريق الأول وده بيضمن الصعود والوصول الفريق الأول يعني ليه جميع الأدوار القادمة يمكن المرتبط هيساهم بس في الدور التمهيدي وهو دور الحالي وهي كمان الدور اللي بعت دور التمهيدي وهو الدور الثاني ألف دي كانت كل الأخبار والأجواء يعني زميلي أحمد طبعا من داخل تخطية وافية سالة بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيزة سالة حامد من داخل سلط النادي الأهلي كل التوفيل الأهلي بمن حضر قعدة